بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة مهدا وكنت آخر حلقة اتكلمنا فيها في رمضان كان عن عبادة الفرح وكنت أنا ورجع لكم كان قلبي مليان شو وعايز أرجع لكم بالفرح حتى النهاردة أنا كنت ريح عشان عندي إصابة لكن أصريت أن النهاردة لازم أجي لازم أجي ليه؟ لأن في الحقيقة الحادث اللي حصل مبارح وجعنا كلنا وجعنا كلنا لأن نحن في الحقيقة ما كناش منتظرين أن الناس يفضلوا بهذه الطريقة المليئة بالكره والمريئة بالحقد على أن الناس حتى تفرح ما كانش ممكن أبدا أبدا أن احنا نتجاوز أن في حد مصر أنه يستمر طول الوقت وهو بيكره الحياة ومصر على أن الناس متعش مصر على أن الناس متشمش نفسها مصر على أنه هو يوجع الناس بس هو في الحقيقة عامل بالضبط زي اللي بينفخ عشان يهد جبل البلد دي أهلها بيحبوا الحياة البلد دي قرفوا الدين بالفرحة لما حد يفتكر حضرة النبي يفتكر الفرحة والابتسامة المصريين لما بيدخلوا على حضرة النبي بيزغرطه لكن أنتوا سموكم مومتكم أن احنا نفرح أن احنا نسعد ليه طيب؟ لأن أنتوا تربيتوا على كراهية الحياة وتربيتوا على كراهية السعادة والفرح عارفين ليه؟ لأن الناس دي ما تعرفش أبدا وما تربيتش أبدا على أن الله لطيف بعبادي ما تربيتش خالص على أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وصف حضرة النبي وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين الناس دي ما تعرفش في الحقيقة بأي شكل من الأشكال أن حضرة النبي قال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق يا أخي حضرة النبي قال فليقل خيرا أو ليصمت لو مش قادر تشارك الناس في فرحتهم ما تنكتش عليهم لكن إزاي؟ لازم كل فرحة يبقى معاها نكد بالدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا سيدي ده انت فقتم الشيطان وبتزعلوا لما نقول عليكم أهل الشر وبتزعلوا لما نقول عليكم الشياطين بتزعلوا ليه؟ أم الدماء أولادنا دولة اللي هي متعلقة في رأبيكم أنا بقول كده عشان أنا عارف أن أنتو بيوصل لكم كل الكلام وقعدين بالزبط زي ما ربنا وصف الناس يحسبون كل صيحة عليه كل كلمة قعدين لكن مش قادرين أبدا تعيشوا العيشة بتاعت الناس المتزينين ولا حتى اللي بيحبوا الله والرسول مش قادرين ترحمونا وترحموا نفسكم ما تعرفوش غير حاجة واحدة بس غير أن كنتوا تعبودوا الله بالكراهية والدم يا سيد احنا لازم نعلم أولادنا أن الناس دولة عايزين يفسدوا علينا حياتنا عايزين يخرجونا من كل معاني الرقي في الدين هتستفيد إيه؟ لما تهجم على كمين بيحفظ علينا مورد من مورد حياتنا المي هتستفيد إيه؟ هتستفيد إن أنت بعت لنا رسالة إن أنت بتكره الحياة عشان عايز تنال من مصدر من مصادر حياة الناس احنا يا سيد عارفين إن أنت بتكره الحياة عارفين يا سيد إن أنت بتكره الفرح بس أقول لكم حاجة تعالوا نعرف الراجل ده بيفكر إزاي تعالوا نعرف الشخص المتطرف الإرهابي ده بيفكر إزاي عشان نقلع الكلام ده من جزوره الطائرات المتطرفة بيستخدم مسلس اسمه ومسلس الأسود مسلس الأسود ده بيتكمل بيتكون من ثلاث أضلاع الضلع اللي في الأرض الضلع اللي بيخلي واحد كان مفروض بناء آدم ومفروض إن هو بيقول بيحب الله ورسوله إزاي يقدر يعمل عمل إرهابي إزاي ده في غاية الخصة وفي غاية الندالة عشان يقدر يوصله لده لازم يبتدي معاه بدليل إيه الدليل ده اسمه دليل المظلومية يعني إيه دليل المظلومية يدخل على أولادنا والناشئ بتاعنا يقول لهم والله أنا ظلمت وأنتوا شايفين اللي بيحصل لي وعشان كده هما لازم يتكلموا بقى يتكلموا عن أكاذيب اختفاء قصري يتكلموا عن أكاذيب كتيرة جدا جدا يتكلموا عن كل الأكاذيب دي ولما تيجي تقوله انت مظلوم ولا الناس مختلفين معاك في وجهة النظر لا أنا مظلوم فاللي يصدقوا ويدخل عليه بدليل المظلومية وانت عارف احنا ناس عطفيين وناس ممكن ننجزب فحنا عشان احنا عطفيين يدخل عليها بدليل المظلومية أنا مظلوم فاللي يصدقوا يبتدي معاه في الضلع التاني يبقى الضلع الأولاني هو دليل المظلومية طب وإذا صدقوا يروح داخل البيع على الموضوع التاني بقى الضلع التاني بقى اللي هو ايه مشروع البديل بدل أنا مظلوم بقى أبقى أنا بديل اللي ظلم أبقى بديل اللي أنا ظلم ايه وتخليني أنا أخذ كل حياة مكانه ويعمل ايه بقى وينشئ مجتمع موازي وينشئ أفكار ويبشرك بمشروعات وهمية لهي موجودة في الحياة ويبقى هو البديل ويقدم نفسه على إنه البديل ويخلي الناس تعيش حياة أنا شفت مجتمع كامل بديل عن المجتمع اللي بيعيش فيه الناس مع بعض بالمحبة والمودة والصفاء والسلام على من تعرف ومن لا تعرف لأ ولازم يبقى عندنا مجتمع مغلق مغلق علينا ويبقى الشخص ما يتجوز غير اللي زيه لكن ممكن ما يتجوز حد غيره لا ما ينفعش طبعا ليه؟ عشان يبقى عندنا مجتمعنا والمجتمع بتاعنا يزيد يزيد لغاية ما يبتلع تخيل هو بيفكر كده المتطرف والإرهابي بيفكر كده إنه يكبر 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 لغاية ما يبتلع المجتمع الضلع الثالث بقى هو إيه؟ الضلع المخلص فلسفة المخلص يبقى أنت لو قبلت إن أنا دليل على وجودي إن أنا مظلوم فعلى طول شاركني بمشروع البديل وبعد كده إيه؟ عليك تؤمن إن أنا مخلص لو أنا ضعت الدين ضاع لو أنا ما بقتش موجود الناس هتتعدى على الدين والناس هايبقى الدين بالنسبة لهم حاجة ألعوبة يلعب بيها الناس عندنا في مصر بلد المحبة بلد محبة رسول الله نشوفوا الناس إزاي فرحت لما النهاردة تفتحت المساجد وبقت بكامل طاقتها وبطبيعتها دولة هينفع مهاهم إن أنت تقول لهم إن الناس دولة محتاجين مخلص يا راجل دولة قلوبهم خلصة في حب الله ورسوله قلوبهم خلصة في حب أهل البيت تيجي تقول لنا مخلص من إيه؟ إلا إذا كنت هستخلصنا من دننا المليء بالرحمة من دننا المليء بالفرحة من دننا المليء بالبساطة من دننا المليء بالألفة من دننا المليء بالابتكار من دننا المليء بالإقبال على الله من دننا المليء بمحبة الله ورسوله وقال البيت ومن دننا المليء بالاعتدال في محبة رسول الله إن احنا نحب قال البيت ونحب الصحابة إنت مش عايزنا نخلص ده ولزاك إلا حاصل لازم تجيب لنا أي شيء عشان تعكر علينا صفونا إحنا لازم نرصد الناس دي من هنا ورايح أنا أقولك شوية معاريز تعرف الشخص ده هو الشخص ده بيروح ناحية الكراهية وعبادة الله بالكراهية ولا لا أول حاجة أول ما تلاقيه الشخص ده بيرفض التنوع وبيقصي الآخر أول ما تشوفه بيسود الحياة فيه ناس كده كيفين يسودوا الحياة ده متطرف وجاهز للهياة الشخص اللي هو بيعمل ايه يسود لك الحياة يجي تيجي تقوله يا جماعة الخير احنا الحمد لله ربنا اكرمنا والحمد لله السنة دي فيه صلاة وفيه محبة وفيه خير والناس ابتدت تقرب بعضها وتفهم وتفهم ان احنا محتاجين نعيد مرة تانية منظومة الأخلاق يقول له ايش هيفيد ده في جاهلية مجتمع يا راجل الناس دوله خلاص الدين ضاع أعوذ بالله من الشيطان يا رجيم أول ما تلاقي الشخص ده بيسود الحياة في الطريقة دي اعرف ان الراجل ده رايح متطرف ورايح ناحية الإرهاب كمان من العلامات دي ان انت تشوفه بيفاصل المجتمع يعني بيفاصل المجتمع بيينشأ مجتمع وازي يقولك ما تشتريش من فلان وما تعملش من فلان بس دوله أحبابنا وأهلنا وناسنا وإحنا طوله عمرنا بيعيش معهم لا ما تعملش ده لازم يبقى عندك موقف وتبقى منفاصل للمجتمع ده أول ما تشوف الراجل ده بيرفض منظومة القيمة الإنسانية بيرفض ان الناس تحب بعضها والناس تتآلف ويبقوا حضريين ويبقى الشخص مع أخوه آه ده على طوله الشخص ده متطرف وهو كمان بيستعدي العالم عشان يخليك تعادي العالم كله وتحس ان انت عاد في مكان ديق مكان خنيق كل اللي تشوفه ده انت حسس ان هو هيتآمر عليك او في لحظة من اللحظتها هينقض عليك ايه الحياة الكريهة دي أم الفين المسلم ومن سلم المسلم مش حضرة النبي قال كده المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويادي المؤمن من أمله والناس مش هو ده المسلم والمؤمن هل ده ممكن يا حقيق هل ده ممكن يعبر عن حضرة النبي يا رجل انت حضرة النبي كان عايش في لو انت على تصورك كان عايش في كتلة من اللهب فأبرضها بحسن أخلاق حضرة النبي خلى المدينة التي هي ملتهبة تنطفق بمكانم الأخلاق تنطفق بالأخوة لكن انت خليت الأخوة مجتمع خاص بيك ومواز بيك وتسمي نفسك وتقصر الأخوة عليك انت عشان تطرد الناس وتستحل ان انت تعمل فيهم اللي انت عايزه ويا سلام بقى من معايير الكراهية بقى وان الشخص ده تكون بيعبد الله بالكراهية انه يحرض على تهديد المجتمع وانه هو يتبنى حاجة اسمها العنصرية المجتمعية يبقى عنده خطاب كده عنصرية فيها فئات في المجتمع وتلاقيه بيهدر قيمة الحوار انا بشوف فيديوهات عجيبة الراجل رايح يقنع واحد عشان يبطل شرب السجاير فهو بيقنعه بيقول له انا عايز افوز بس يتقال في الفيديو ان انا خلصت واحد من شرب السجاير واعد بيزن عليه وناسي ان هو لما بيصوروا بالفيديو بيفضحوا ايه هذا القدر من عدم الاحساس بانسانية الناس هو دوت اللي انت ممكن فيه تهدي الناس الى الحقيقة ان انت تصورهم وتطلعهم وتحصى على الريكات وتبقى انت المنافع عن الدين ده تطر في حبيبي كمان ان انت تحتكر الحقيقة والصواب وانه محدش عارف الحقيقة غيرك انت وعشان كده تعتقد ان انت مصدوم لانهم كلهم فسد وانت الوحيد ان انت تقدر تكون من اهل الحق ومن اهل الرشد كل ده لازم يتقاوم لازم نقاوم ده احنا مش هنتقا انا واحد مش ناوي اسمح لحد يوجع قلوبنا مرة تانية احنا مش طيقين كفاية كده كفاية هذا كفاية هذا الوجع اللي انتوا مسببون لنا ايها المتطرفون احنا مش هنترك ده بقى ونزاك احنا نبتدي في المكافحة دي من اول المنع مرورا بالدفع لغاية الرفع نمنع الخطاب الكراهية بتاعكم ده وندفع اثاره السلبية ونرفع ده واول مستوى نشتغل عليه ان احنا نبتدي الرب اولادنا على ما يسمى بالتنشئة التراحمية نعلم اولادنا ان جنودنا دولا يتعبد الله سبحانه وتعالى بالدعاء لهم ويتعبد الله سبحانه وتعالى بالتوسل بهم عند الله سبحانه وتعالى لان حضرت النبي قال عينان اللي تمسوهم النار عين باتت تحرس في سبيل الله وعين باتت تبكي من خشية الله وكأني احد الوسائل عشان تبكي من خشية الله ان انت تشوف ان انت عندك امان في حد بيحرسك فلما حد بيحرسك تبقى انت في امان تستطيع ان انت تعبد فتبكي من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن خشية الله أن أنت ما تقدرش تشكر نعمته إحنا عرب أولادنا على قيم التعايش المشترك وهذه القيم التعايش المشترك اللي هو التنوع والتعارف والتحالف وحب الحياة والكرامة كرامة كل إنسان والرحمة والخير والجمال والمسمحة والأمل عرب أولادنا على هذه القيم العشر الأمر الثاني هنواجه هذا الخطاب بخطاب المحب إن احنا هندعو الناس إن هم يحبوا بعض و هندعو الناس إن هم من أجل حبهم للحياة لن يسمحوا بأي متطرف تاني موجود في حياتنا أنا بقول لكم حاجة مهمة جدا أنا الخطاب دوت أنا عايز أتكلم به ليه لإني ده واجب وحق للشهداء علينا حق للشهداء علينا إن محدش تنيت وجه قلبه وأنا بعزي أسر كل شهيد أنتوا أجمل ما فينا أنتوا أحلى ما فينا أنتوا ربنا سبحانه وتعالى جعلكم عشان تبقوا أنتوا السر في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أهلها في رباط إلى يوم الدين أنتوا السر في الرباط دماؤكم واللي أنتوا بتعملوه في هذه البلد ده لازم نعلمه الأولادنا أن أحد معاني الرباط هو أن ربنا سبحانه وتعالى رابط بنا مش بدماءكم رابط بنا بهذا الجمال وهذه التضحية وهذه القدرة على أن تستبدل من أن يسيد منك الدم إلى أن يسيد منك النور فتتحرس البلد بالنور اللي بيشرق من قروب شهدائنا أنتوا خلاص أصبحتم شهداء علينا وإحنا لازم نقوم بواجب هذه الشهادة عشان كده عن رب أولادنا على أن شهدائنا ما بيموتوش شهدائنا بيتحولوا إلى رموز إلى رموز وقيم في حياتنا فالسلام عليكم وأنتم في السماء السلام عليكم وأنتم مباركون السلام عليكم وأنتم أحياء عند ربكم ترزقون السلام عليكم وأنتم في قلوبنا لن ننساكم بل سنحيا ونعيش ونتعلم منكم الدرس أن هذه البلد هي المحروصة ومعنى أنها محروصة أنها محروصة بمدد الله سبحانه وتعالى إحنا تعلمنا منكم أن دماؤكم تحولت إلى مداد ومدد إلى مداد يكتب لنا الدرس فنتعلموا وإلى مدد يعنى على أن احنا نستمر في حب الحياة ونستمر كمان في حب الألفة والجمال والرحمة والخير إحنا مستعدين أن نحن نبذل وأرواحنا زيكم لأن في الحقيقة أنتو علمتونا الدرس أن الأرض عرض ومن مات دون عرضه فهو شهيد أنتو معلمتونا الدرس أن الأرض مش تراب الأرض اقبل شهداءنا عندك شف عقلنا وبابا من أبواب حرصة هذه البلد وبابا من أبواب الرحمة والخير والبركة وأنهم يكونوا سبب أن يتحول عندنا رموز رموز لحماية الرحمة والخير والجمال يا رب اجعل دماغهم نور وبركة تنورنا طريقنا وتخلينا نسير إليك بالمحبة والجمال والرحمة يا رب احرصنا واجعل شهداءنا عندك يا رب في أعلى المقام مع سيدي ولد العبنان الذي بشر بأن هذه الأرض في رباط إلى يوم القيامة وإحنا تعلمنا فين بيكون الرباط في هؤلاء الناس الرجال الذين دخلوا في قوله تعالى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه يا رب اقبلنا واجعل بلدنا دايما في حماك يا أرحم الراحمين وأكرمنا يا رب العالمين